السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا أردر حلو قوي تابعوا معايا الفيديو الاخرى ما تنسونيش بلاعيك واشتراكوا للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله النهي ده الأردر بتاعنا بصوا يعني الحمد لله ده الأردرين أردر حلو وقردر حادق حنشوف هنعمل ايه هنعمل اول حاجة كيكة الزبدة كيكة الزبدة انا لسه عاملها معاكم من حوالي كام يوم بس هنعملها تاني بداء على طلب العاميلة الامر بجد عجبتها جدا الحمد لله وعلشان كده طلبتها مني تاني ده فضل ونعمة من عند ربنا يعني هنعمل اول حاجة ايه حطيت ربع كيلو من الزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ على ربع كيلو من السكر البدرة وحضربهم كويس او ايه في المضرب او في العجين تمام لغاية لما الزبدة والسكر كده ايه يختلطوا ويبقى الكوان بتاعهم خفيف وبعد يبقى لونها كمان ايه فاتح بعد لما حضربها يكون مجهزة جنبي تلت بضاد وبيضو مطلعوهم من التلاجة قبليها بشوية وحطيت بقى بيضة بيضة ومع معلقة من الفانيليا وعاسبهم بيضو لغاية لما يضربوا كويس وبعد كده بقى حنزل بايه بالطعم اللي انا حبا يبقى ايه في الكيكة طيب انا هحطي ايه انا اول حاجة خدت معلقة من الدقيق من المقدار بتاع بتاع الديق اللي انا هحطه في الكيكة خدت معلقة واحدة حطتها على نص كوباية من الزبئب وقلبت اغلفت الزبئب بالضقيق علشان يبقى في ايه في نص الكيكة تمام ونزلت بقى بالزبيب وبعدين قمت حطيت بقى المكونات الجفة بتاعتي ايه هي المكونات الجفة حطيت 3005 جرام من الزبئة تبقى كل الكلام ده مع بعضهم ومجرد لما بحط المواد الجافة مش بضرب جامد هي دوبة تقليبة وخلاص وحب دقى بقى انزل بخليط الكيكا كده زي ما انتم شايفين طبعا مغلفة القلب بتاع زبدة وقبل ما اشتغل في الكيكا كنت مشغلة الفرن على درجة 140 علشان ايه يسكن تمام الكيكا دي بتدخل على فرن هادي مش فرن وسط لازم بتستوي بالراحة جدا علشان هي اصلا كيكا تقيلة طيب اللي ما بيحبش الزبيب وعايز يعملها بحاجة تانية ممكن تحطي شوكلة شيبس ممكن تحطي فواكه مسكرة ممكن تجيبي بسكوت القريو دوت وعايز اقول لكم جربتها رهيبة برضو ببسكوت القريو تقصري كده وتحطيه جواها باك واحد بس يعني ايه حيديلها طعم حلو قوي اي نوع حاجة انت بتحبيها حطيها مش هتقول لا ممكن تحطي مكسرات اللي تفضليه ممكن تعمليها من غير اي حاجة خلص تمام تعالوا هنا بقى نشوف هنعمل الوردر التاني وهو ايه معانا فرخة بلدي ما شاء الله وزنها حلو قوي زي ما انتم شايفين انا بقى ايه تبلتها بتدبيلة بسيطة اللي انتم متعاوزين معايا عليها حطيت بقى بصل وملح وفلفل اسود وحبهين وضربتهم في الكبة وقمت بتدبيلة الفرخة بيها واخدت الكبد والاوانس قطعتها قطعة صغيرة واخدت معلقة من البصل بالملح بالفلفل وحطيت عليه شوية من القيفة وتدبيلتهم ايه بياه واسبتهم بقى على الجنب الغاية لما اعمل ايه الحشوة هنبدأ بقى نجيب معلقتين من الزيت على معلقتين من السمنة البلدي وهحط بقى بصل كده زي ما انتم شايفين اقول مسلا ايه تلات عبع بصلات كل ما بتقطير البصل في اي حشوة سواء فريك او روز للحمام او فراخ بتديله طعم حل وبيخلي الحشوة معاك مسكرة البصل يعني بيبقى فيه نسبة من السكر كده وساعات ممكن تحطي له النص معلقة من السكر المهمة كي اعملت البصل لغاية لما اخد اللون اللي هو الدهبي ونزلت بالكبد معايا شوية بقى توابل ملح وفلفل اسود وشوية من القرفة وحطيت بقى كوبايتين من الرز وشايفين بقى الرز عامل ازاي؟ طبعا المقطع بتاع الرز ده كان التليفون فاصل المهم وحطيت نص كوباية من المية وصبته على نار هادي لغاية لما استوى نسبة ايه خمسين في المية انا الوصفة دي مش عايزة اسوي الرز قوي معلش شراءت مش عايزة اسوي الرز قوي علشان دي فراخ بلدي وهتاخد معايا سوا تمام؟ حشيتها بقى كده والكتنة وانا بنضف الفرخة فاصل الجلد عن اللحم اللي هو فوق السدر كده فحشيتها من البطن وبعدين حشيتها ايه من فوق السدر كده ايه لغاية لما وصلت للزور زي ما بحش الحمام بالزبط المهم بعد كده بقى سلقتها بالطريقة العادية خالص حطيتها بقى في مية مغلية وبعدين لو طلعت اي ريم حشلها وحطيت بقى بصل وطماطم وفلفل وملح وفلفل اسود وحبهان ويقلوي الحاجات اللي انت بتحطيها في الشربة العادية خالص عسيبها بقى تغلي غلوة وبعدين ايه حشلها ايه حهدي النار عليها لغاية لما تستوي عايز اقول لكم اخدت على النار ساعتين ونص على نار هادية هي الفرخة البلدي كل لما تسبيها على نار هادية عشان تطلع ايه ما تبقاش نشفة كده وايه وتبقى مضيقاتي في الاكل تمام بعد كده الرز اللي تفضل معايا من الحشوة قمت حطيت عليه نص كباية من المية وبرضو حسويه علشان ايه انا حستخدمه دلوقتي حتشوفه ان اعمل في ايه تعالوا بقى نعمل هنا حبة رز تحفة حطيت بقى معلقة زيت على معلقتين من السمنة البلدي وغسلت الرز بتاعي ونزلت بيه على السمنة وقمت مشوحة الرز بالسمنة علشان يفلفل معا حبة ملح بس ويا سلام بقى لو عندك فص بستيكا هتغدي الرز طعمه فضيع تمام هسيبه بقى لغاية لما ايه يتشوح كويس قوي وبعد كده حنزل بقى بمعيار المية بتاعه وهحط معايا معلقتين كبار لتلات معلق كبار اشتا يعني زي ما انت حابة حطي انا حطيت معلقتين كبار اشتا اللي هي وش اللبن عايز اقول لكم بتودي الرز ده في حتة تانية خالص يعني ممكن تقولوا رز معمر بس على النار بقى تعمه حلو جدا بس واسيبه بقى على نار يغلي لغاية لما يتشرب وبعدين ههدي النار علي في الحالة التانية بقى عنيعمل بقى شربة خضار عندنا فراغ بلد دي بقى لازم ايه شربة خضار قمت حطيت ايه بقى معلقة سمنة برضو قمت وغدى بقى الخضار معايا بقى ايه الخضار كوسة وجزر وبطاطس وكمان عودين من الكرافس او ربطة من الكرافس حبدى اشوح الكلام ده كله مع بعضه وبعد كده بقى حاخد من الشربة بتاعتي اللي تحفة دي شايفين بقى الشربة عاملة ازاي يعني بتتكلم عن نفسها حاخد بقى ايه ازود بقى الخضار ده بعد اما تشوح كويس قوي وحاسيبه بقى يغلي لغاية لما الخضار ايه يستوي والخضار بيستوي كده على نار عالية جبت بقى طوصة صغيرة حطيت فيها معلقة صغيرة من السمنة ونقول ثلاث معلقة كبار من لسان العصفور حبدى اشوحهم لغاية لما ياخدوا اللون الايه الدهبي وبعدين بقى نعمل بقى طشة الايه شربة الخضار اللي طبعا الشربة سخنة والسان العصفور سخنة فحيعملوا ايه طشة زي ما انتو شفتوا بس وحاسيبها بقى تاخد غلوة وحطفي عليها وخلاص على كده حنعمل بقى ملوخية حلوة قوي تعمها كان فضيعا اخدت بقى بقيت الشربة قمت مصفيها وقمت عاملة نزلت بقى بالملوخية طبعا انا قلت لكم قبل كده انا مش بحب بالملوخية غير بالمخاطة الملوخية بالكبة جربتها سيئة للغاية المهمة بقى بعد لما الشربة غلت كنت حطى فيها فسطين توم ناين وايه وحاسبها وحنزل بالملوخية على طول وبالمضرب كده قلبها علشان ايه تعمل معي عرق وما تسبيهاش على النار كتير يعني انا بمجرد لما بحطها يا دوبت بس اول غلوة وبطفي بيكون بقى عاملة طشة في نفس الوقت حطيت بقى توم مع معلقة سمنة حلوة الملوخية بتبقى عايزة سمنة بلدي يعني معلقة حلوة توسطي يعني علشان تعملك ايه وش كده وانتي بتحطي الطشة هو ده اللي انا بتكلم عندي وحطيت بقى شوية من ايه من الكوزباة وخلاص على كده وكده الوردر بتاعنا خلاص تعالوا بقى وريكوا الكيكة لما طلعت حاجة كده تحفة ما شاء الله اللهم بارك يعني لونها هو ده يا جماعة لونها يعني راح للعميل بنفس اللون الفي هاناوشفة ليهم عايزة اقول لكم الكيكة دي بتتقطع شرايح بتبقى فضيعة هنا بقى الفرقة طلعت من الفرن انا طبعا بعد لما سوتها قمت بغدية حطها في الفرن مع معلقة سمنة بلدي طيب هي فرقعت لي بقى من البطن انا كنت حشية تحت الجلد عايزة اقول لكم لان هي الفرق بلدي اخدت سوى فمن كتر السوى الرز كانستوى وهي اخدت سوى جامد قوي بس الحمد لله عجبت العميلة عايزة اقول لكم هي بس حتة صغيرة اللي ايه اتفتحت فانا بقى ايه الحمد لله يعني علجت الموضوع والمهم برضو لطعم يا جماعة والله العميلة نفسي ابعت لكم الفويس اللي هي قالت وولي يعني بجد قطر اخرها الف هاناوشفة ليها